تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية يحتضنت مسرعات الأعمال CH9 ورشة My Startup Bootcamp ضمن فعاليات أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة والذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق العمل تمكين بهدف تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة تحويل الأفكار إلى مشاريع مربحة حلم يراود كل رائد عمل وشركة ناشئة أمسى ذلك الحلم حقيقة بارزة على أرض مملكة البحرين مع فتح الباب على مصراعه لما بات يعرف بمسرعات الأعمال والتي تملك دورا فاعلا في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال فترة الاحتضان خاصة في مرحلة الانطلاق إلى الوجود فعالية اليوم البوتكامز هي لتحفيز رواد الأعمال بفكرة معينة لكي يكون عندهم تأسيس شركة ناشئة فهذا نعتقد هي البداية رائد العمل إنه يكون فكرة يكون عليها خطة عمل معينة علشان يستطيع إنه يكون كذلك شركة وهذه الشركة إن شاء الله تكون من الشركات اللي تنجح في المجال اللي هو حاب إنه يكون فيه ورشة العمل هذه يعلمونك شلون كشركة ناشئة إنك تكون بدايتك منظمة وحسب يعني بحيث أنه تتجنب الأخطاء اللي عادة يقع فيها الكثير من اللي يبدؤون الأعمال الناشئة تقديم النصح والإرشاد مدعوما بقنوات تمويل ميسر والتفاعل المباشر مع مستثمرين محتملين تشكل جميعها عناصر تسجيع عديدة تلهم أصحاب المشاريع الناشئة على اتخاذ خطوات جريئة للخروج من بوتقة الرتابة بحثا عن تبني أفضل الممارسات غير التقليدية في عالم المال والأعمال وصولا إلى تحقيق عوائد مجزية تعود بالنفع على جميع أطراف معادلة ريادة الأعمال طبعا هي فرصة عظيمة وجدا رائعة ولا تقدر بثمن لأن دائما عندنا أفكار وغير أغلبنا عندنا أفكار ولكن يحتاج لمثل هذه المسرعات أن يتبع بروسس ودائما يكون هاي بروسس طويل ويحتاج متابعة من الخبراء ومن المجاربين ومداخلين هاي السوق استفادنا الحمد لله من تآون ويا CH9 ويوستارتابس حطينا أفكار بعد طاولة وشفنا أفكار ثانية تآوننا ويا شركات ثانية فلما نقعد وكلنا نتآون في الأفكار شوي تطلع أشياء جديدة من خلال حضوري للبرنامج لاحظت أن عندنا شباب بحريني عندهم أفكار يديدة وممكن أن هاي الأفكار بس هم كانوا محتاجين أحد يوجههم على أساس يحققون هذه الأفكار لا يزال ميدان الشركات الناشئة فتيا فهي بحاجة ملحة إلى مؤازرة مختلفة عما هو عليه الحال في الاقتصاديات الناضجة إلا أن توافر بيئة صحية حاضنة لريادة الأعمال ومبادرة الحكومة بخلق ثقافة الابتكار في نشأة المشاريع الصغيرة أمور تدفع إلى نماء صناعة مسرعات الأعمال مع التركيز على القطاعات الأسرع نموا على رأسها تقنية المعلومات والاتصالات تهدف مسرعة الأعمال CH9 عبر فعالية My Startup Bootcamp إلى توفير ورشة التدريبية المكثفة للشركات الناشئة ذات الإمكانيات الواعدة تتيح لهم منظرة شاملة على سبل تحقيق المراد في ريادة الأعمال من خلال تدريب المشاركين للتكيف مع منهجيات النجاح حمل جيوسي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين